أوضح الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن الهيئة تابعت بعض الملاحظات التي نشرت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والتي تفيد بوجود تفاوت وهذا التفاوت ملحوظ في أعداد الناخبين في مخيمي عزم المفتي في إربد ومنخيم سوف في جرش وأكد المومني أن هذه الزيادة في أعداد الناخبين هي زيادة منطقية في ظل قانون الانتخاب الجديد والتحول في سجل الناخبين من الطوعي إلى التلقائي وإضافة من بلغ الثامنة عشرة من العمر وفقا لقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين وأضاف المومني أن الهيئة تحرص على التعاون الكامل مع الجميع لما فيه مصلحة العملية الانتخابية دون أي تدخل أو تأثير على عملية الرقابة